مساء الخير أهلا وسهلا بحضرككم حلقة جديدة من مصر في يوم حلقة يوم الجمعة هنواصل التغطية مع حضرككم لتصويت المصريين في الخارج الخارجية المصرية أعلنت منذ قليل أن 122 ألف ناخب مصري صوتوا في اليوم الأول والثاني حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن إقبال كثيف للغاية إقبال مرتفع فقط توقعات الكثيرين لو فاكرين حضرككم الانتخابات الرئاسية الماضية كان نسبة اللي صوتوا في الجولة الأولى ما يقرب من 296 ألف صوت في الجولة الأولى و306 ألف صوت في الجولة الثانية نحن نتحدث عن أنه بعد يوم ونصف فقط من فتح باب الاقتراع للمصريين للتصويت في الخارج وصلنا إلى تقريبا ما يقرب من نصف النسبة التي وصلت في الانتخابات السابقة وبالتالي نحن نتحدث عن مؤشرات عامة للإقبال تشير إلى أن تصويت المصريين في الخارج سيكون مرتفعا للغاية وبالتالي أيضا نسبة التصويت في الخارج سيكون لها دلالة بالنسبة للنتائج العامة لكل المرشحين اللي بدأوا النهاردة حملة كل منهما تقول أنها الأعلى تصويتا في تصويت المصريين في الخارج لكن طبعا هذه المسألة لا تستند إلى أي أرقام أو نتائج حقيقية ومعلنة على آية حال حسين الجسمي بدأ صباق الرئاسة بحس المصريين على التصويت في الخارج بطريقته الخاصة حسين على مدى الفترة الماضية اقترب من المصريين وبشدة لدرجة الناس كثيرة جدا بدأت تديله الجنسية الفخرية إن صح التعبير لأنه كان دائما من خلال أغانيه يعبر عن المصريين بشكل واضح زملنا العزيز كريم عرفة من تجرينا الأغنية بصور للمصريين والاقتراع وأيضا للروح العامة المصرية التي تغط على هذه الأغنية مشاهد كتير خد تقه مصري بسكوتات ما تستخصرش فيها صوتك تكتب بكرة بالشروطة في بشرة خير قوم ناجع صعيدي وبناخوك البور سعيدي والشابة بلسكندراني لما بي لم ترجال وأنا هاجي مع السهاجي والإناوي والسناوي والمحلة واللي ميا ميا والنوبل جمال ما توسppش السويس الدنيا هاي صا كدا كدا وانه سماع اللوية يا ما كاد والإنادة كلمني عشروا وإحنا ما هي بعض كان وإحنا ما هي بعض كان وإنا polishing كان وبور سعيدي والشابة بلسكندراني لما بي لم ترجال وأنا هاجي مع السهاجي والإناوي والاسناوي والمحلة واللي ميا ميا والنوبل جمال ما توسppش السويس الدنيا هاي صا كدا كدا ويسمع الله ويا يا بكاد العيدة كلمني عشرة وولنا ويا بعضا وولنا ويا بعضا وولا ملنك بي بحير بنوفي أو دمياضي تلقرب لي من إخواتي حلايب أهل وقرايب ونادلهم روح وأكتر حاجة فيها ميزة نشوف حبايبنا في الجيزة يا مرحب قلب خطوة عزيزة بناس مطروح قولادي عصي عصيدي قولنا عقل بلصي عادي والشابة بنسكندراني لما دي لما درجال أنا هاديب عصيهدي والإيناوي والسناوي والمحلة والمئيامية والنوبالد مال ما توصيش السويسة الدنيا هايصا كده كده والإسماعلوية يا مكادو العيدة قلمني عشاء رأوة وحنا ويا بعضها أحوى وحنا ويا بعضها أحوى ونا ملا كبير ببركة كعب وهتعملها وصاد الدنيا هتقولها وخطة عهد تعدلها زكت كتير هتديه مطر بسكوتة ما تستخسرش فيها صوتة بتكتب بكرة بشروطة تكشرت كتير محالا عشان كده بقول لك لا مص الله عنك الأغنية فيها طاقة وفيها فرحة وفيها حدث حقيقي على المشاركة ما تستخسرش في مصر صوتك الرسالة واضحة جدا في هذه الأغنية الحقيقة مش المهم ان احنا ندي صوتنا مين مش هي دي القضية القضية زي ما قلت لحضراتكم بارح المشاركة المشاركة هي الطريق الاول لنا عشان نقدر نقول للعالم كله اننا نشارك في صنع هذا المستقبل واننا نختار بغض النظر عن اي من المرشحين المهم ان تكون هناك نسبة مرتفعة للمشاركة وخلينا اقول لكم كانوا زمان يعلمونا في الكتب الديمقراطية مش ان احنا نعمل انتخابات ولا ان احنا نعمل تدول للسلطة الديمقراطية ان المواطنين يشاركوا في صنع مستقبلهم اعتقد بالفعل بشرة خير نسبة او معدلات اقبال المصريين في الخارج على التصويت كل سفراءنا من خلال التواصل اللي كان موجود نبارح كان عندنا تغطية قاصة في مصر في يوم قالوا لنا ان نسبة المشاركة لم تكن متوقعة هناك اقبال مكسف على مقرات السفارات كانت الناس وقفة قدام السفارات قبل ان تفتح ابوابها كان هناك توبير امتدت لي عدة مترات